بسم الله الرحمن الرحيم نستمر معكم في شرح مقرر تقييم وتشخيص صعوبات التعلم ونبقى في الوحدة الأولى مقدمة عامة في تقييم وتشخيص صعوبات التعلم مع الدرس الثالث قياس وتشخيص القدرة البصرية نتكلم هنا عن مجالات التقييم الأساسية وهذه المجالات سنتناولها واحدة تلو الأخرى في هذا الدرس وفي دروس لاحقة ومن هذه المجالات قياس وتشخيص القدرة البصرية وقياس وتشخيص القدرة السمعية وقياس وتشخيص القدرة العقلية وقياس وتشخيص القدرات الإدراكية وقياس وتشخيص التحصيل الأكاديمي وغيرها أما في هذا الدرس فسنتناول قياس وتشخيص القدرة البصرية وإن أول مجال من مجالات التقييم ينبغي أن يكون للقدرات الحسية يعني البصر والسمع وهنا نتكلم عن تشخيص القدرة البصرية ولو تكلمنا عن الأعراض التي تدل على صعوبة في القدرة على الإبصار نقول أن من هذه الأعراض أولا تقريب المادة أو إعبعادها من عينين الطالب ثانيا تغطية إحدى العينين عند القراءة أو النظر للأشياء القريبة أو البعيدة وأيضا الشعور بالصداع عند القراءة والقفز عن بعض السطور أو الكلمات أثناء القراءة وأيضا فرق العينين وإحمرارهما هذه بعض الأعراض التي ممكن أن تدلني أنا كمعلم في الصف على أن هذا الطالب ممكن أن يعاني من مشكلات في القدرة على الإبصار طبعا طرق قياس وتشخيص القدرة البصرية طبعا عادة ما يتم قياس تشخيص القدرة البصرية بطريقتين أول شيء الطريقة التقليدية والطريقة التقليدية معروفة لدينا بلوحة سنلن مضبوط لوحة سنلن وهذه اللوحة لوحة سنلن هي عبارة عن لوحة تحتوي على حروف إما تكون مفتوحة إلى الجانب الأيمن أو الأيسر أو الأعلى أو الأسفل مختلفة في الأحجام ينظر إليها الطالب بأحدى العينين ونحدد هنا حدة البصر أما الطريقة الأخرى ألا وهي الطريقة الحديثة وهذه الطريقة يقوم بها اختصاص البصر حيث يحدد الاختصاص البصري نوع ومدى المشكلة البصرية وذلك باستخدام الأجهزة الفنية الحديثة في قياس وتشخيص القدرة البصرية وعند مراجعة تعريف صعوبات التعلم نجد أن التعريفات قد ركزت على ضرورة استبعاد الإعاقات الحسية من فئات صعوبات التعلم لذا فقد تعود الصعوبات القرائية مثلا لدى أحد الطلاب إلى مشكلات بصرية أو سمعية وليس إلى قصور في وظائف الأجزاء المسؤولة عن القراءة في الدماغ لذلك فإن معالجة المشكلات البصرية باستخدام النظارة الطبية أو معالجة المشكلة السمعية باستخدام سماعة الأذن ممكن أن تؤدي للتغلب على صعوبات القراءة التي سببها فقط مثل تلك المشكلات الحسية ترجمة نانسي قنقر